السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو صلوا معي على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو راح اشرح ميزة جديدة فيها واتفق الاندرويد. بتمكننا من انه نفعل رقمنا واتس اب على نفس البرنامج. يعني نحن عنا برنامج الواتس اب هذا الاساسي. فينا نفعل عليه رقمين من دون ما ندخل نسخة آآ ثانية من الواتس اب مثل مثلا نسخة الواتس اب الزهبي. بدون ما نزل نسخة ثانية راح نفعل الرقمين على نفس هذا البرنامج. من خلال هاي الميزة يلي هلأ راح اشرحها بهذا الفيديو. بتمنى انه تبقوا معي لتعرفوا هاي الميزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا فيكم من جديد. كما ذكرنا راح نشرح هلأ شلون بنشغل رقمين آآ على البرنامج نفسه بدون ما ننزل آآ رقم او بدون ما ننزل عفوا تطبيق مرة ثانية. ولكن قبل ان اكمل الشرح متمنى منكم اول شي انه تدعموا قناتي هاي وتوصلوها للمليون مشترك. نعم انا هدفي هلأ هو الوصول بهاي القناة الى المليون مشترك. لهيك اخي متمنى انك تكون انت من بين الاشخاص يلي يساعدوني للوصول الى المليون مشترك. طبعا الميزة يلي زكرناها هي على الشكل التالي. بكل بساطة رح نتوجه الى الظبط الهاتف. رح ننزل الى الاسفل. رح نبحث عن خيار اسمه المرسل المزدوج. هذا الخيار. رح نضغط عليه. طبعا عنا هون هيئة تطبيقات فينا نفعل عليها كلية حساب اخر. في عنا الواتس ابر رح نضغط عليه ضغطه. رح نضغط يعني على تأكيد. طبعا رح نضغط على التالي. رح نضغط على نعم بعده. طبعا متمنى ملحظين جاري تشغيل المرسل المزدوج يعني رح يتحنى هلأ نستخدم رقمين من الواتس ابر طيب. الان انتهينا رح نخرج. طبعا رح نذهب الى التطبيقات الى النهاية متمنى ملاحظين اصبح عنا آآ نسختين هاي النسخة هي رح نفعل عليها الرقم الاول والنسخة القديمة رح نفعل عليها الرقم الثاني. طبعا نلاحظين باستخدام واحد. هو واحد ولكن اتحنا استخدام رقمين. يعني ازا عنا نسخة ثالثة ايضا رح نشغل آآ ثلاثة ارقام او اربعة. ولكن من ضمن التطبيق الاساسي بدون منهج البرنامج فعلنا رقمين. متمنى ان يكون افادكم هذا الفيديو.